توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 855 قضية تمونية مستندية وعينية وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 600 وطنين اثنين من مولاد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 188 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 343 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجال البيع بأسعار أزيد لمواد البناء تم ضبط 50 طن حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 982 قضية من بينها 204 قضايا خبز ناقص الوزن ومائة وخمس وسبعون قضية من الخبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلى فالبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 162 طن ترجمة نانسي قنقر